كنت فاكر ان انشاء المواقع معقد لحد ما جربت الزكاية الاصطناعية في الاول كنت فاكر ان تصميم موقع محتاج مبرمج وقصة معقدة لحد ما اكتشفت موقع زكاية الاصطناعية اول ما جربته لقيت انك ممكن تبني موقع كامل من غير سطركم تخيل تقدر تعمل بورتفوليو تعرض فيه شغلت او صفحة شخصية تقدر تحط فيها سيرتك وروابتك او حتى موقع لبيع منتج واحد اونلاين كمان تقدر تعمل موقع لمطعمك او للبيزنس بتاعك او حتى لاندينج بيج عشان تسوق لخدمة معينة الموضوع بقى سهل جدا كل اللي انت محتاجه فكرة والزكاية الاصطناعية هيحولها لك لموقع جاهز في اقل من دقيقة ده مرفوض خلوه معمليش هاي طب ايه المطلوب مني علشان اعمل موقع بالزكاية الاصطناعية لازم تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكمل الفيديو للاحظ والله ازا ما بقولك كده انا كنت فكر الموضوع معقد دخلت كتبت الفكرة وقضيته التفاصيل هوب لقيته عامل الموقع القصة بتديت لما عملت منشور على القناة باسأل فيها الناس عاوزين فيديوهات عن ايه رد ناس كتير منهم واحد قال لي يا عم انت كده كده بتعمل اللي في دماغك ومش بتعمل اللي الناس عاوزين قلتوله يا راجل بس اطلب بس كده وجربني المرات وبعدين يعني ال750 فيديو اللي انا هعملهم في القناة مفيش ولا فيديو جاب معك سكة خالص قمت قلتوله طيب انا بقى هعمل اللي الناس عاوزاه وهنافس طلبات الناس قمت دورت في التعليقات لقيت حد محترم كتب لي عاوزين فيديو عن صنع مواقع بالزكاة الاصطناعية لقيته وحطت لقلب قمت مديله قلبه ما انا قلب كبيرت بس حسيت اني دبست نفسي انا بتاع صور وفيديوهات وحاجات سهلة انما موضوع المواقع ده صعب وعايز مبرمج وحد يفهم فيه بس قلت النفسي عيب عليك يا عم انت لازم تتعلم وتعلم الناس ويبقى انت استفدت وفيس انا مش بلاقي دعم والناس بتبخل عليها في التعليقات بس يعني ان شاء الله ربنا عوضنا خير بإذن الله اعتدور وابحث وزاكر لحد ما وصلت لحاجة نقدر نعمل من خلالها مواقع ولقيت انها هتكون مناسبة لكل الناس وقدرت اعمل منها الموقع ده المهم لقيت موقع حلو كده اسمها دخلت عالموقع من رابط اللي هتلاقيه في وصف الفيديو بقولك صحيح انت لو بتتفرج عليها من التيك توك مش هيزهر لك اي روابط بس لو جيت لعليوتيوب هتلاقي روابط موجودة في الوصف عادي استنيك هناك المهم سجلت حساب بالجيميل بتاعي ودخلت لقيت واجهته حلوة وساحة زي الشاتبوت اللي بنستخدمه طيب يا عم اللوفابول هنعمل ايه قال لي ضيف لي تفاصيل الموقع اللي انت عاوز تعمله قعد تفكر هعمل ايه لحد ما جات لفكرة ان انا اعمل موقع لنفسي اضيفها لفيديوهات القناة وشوية منشورات حلوة فروح تكاتب البرومت ده ومجاهز برومت بسيط جدا بقول فيه موقع شخصي لليوتيوبر محمود خدري يحتوي على صفحة رئيسية بها صورتي ووصف قناتي وقسم لاحدث فيديوهاتي على يوتيوب مع روابط مباشرة وقسمة مدونة هكتب فيه مقالاتي وصفحة للتواصل لو كتبت البرومت بالعربي هيعامل معك الصفحة بالعربي ولو كتبت بالانجليزي هيعامل معك الصفحة بالانجليزي بس حسنت انه هو ضعيف شوي ويحتاج مني تعدلات كتير بعد كده فقلت لأ صح ان انا اكتب تفاصيل اكتر وكل ما زادت التفاصيل كل ما قالت التعديلات فكتبت البرومت بتفاصيل اكتر زودت التفاصيل في البرومت زي ان انا اول حاجة قلت له انشئ موقع باسم كذا بعد كده بدأت ان انا حديد له الصفحة الرئيسية فيها ايه زي الصورة والعنوان والوصف بالاضافة كمان لقسم يكون خاص باحدث الفيديوهات وحاطيت بعض اللينكات اللي انا همحتاجها بالاضافة لقسم المدونة وهنا طبعا في قسم المدونة انا مثلا هكتب مقالات معينة اقدر اضيف التفاصيل اكتر واكتب التفاصيل اكتر بحيث كلها تنضاف بالاضافة كمان لصفحة التواصل اللي فيها البريد الالكتروني وبسائل التواصل الاجتماع زي الفيسبوك انستجرام تيك توك بالاضافة كمان للي تصميم الموقع للشكل بتاعه اقدر اضيف التفاصيل انا عايزها وبعد كده احدد الكلام بتاعي كله كده وضع كليكي من كوبي وبعد كده جهزت البرومت واخدت كوبي او نسخ وروحتي به لموقع لوفابا هاجي هنا في المستطيل ده وهضيف البرومت بالشكل ده وكل انا هعمله هضغط على ارسال علشان دلوقتي يبدأ موقع لوفابا انه هو يفسر البرومت اللي انا ادتهوله بكل تفاصيله فيه تفاصيل ما كتبتهاش علشان انا عايز اعدل عليها بعد كده لان موضوع التعديل ده هيكون مهم برضو واول سؤالها هتسألهولي مجرد ما اللوفابا يعمل لنا الموقع بتاعنا بدأ دلوقتي لوفابا انه هو يفكر في التصميم اللي هو هيعمله للموقع بتاعنا مجرد ما هي انتهى يظهر معنا الموقع في المكان ده بالتفاصيل بتاعته النهائية والشكل بتاعه النهائي ايه ده? ايه ده? تعال بقى كده بص بقى الموقع بتاعنا خلص بس فيه شوية اخطاء وفيه حاجة انا نسيت اعملك اول حاجة هنا طبعا زي ما احنا شايفين هو الموقع من تلقاء نفسه كتبك اهلا بكم في قناة محمود خدر وكتب بعض التفاصيل اللي جابها من القناة وعدت صورة واحد هنا لما احنا ما نعرفوش خالص وبدأ يقول لك اشترك في القناة لو ضغط على زر اشترك في القناة المفروض ان هو تلقائيا هيحولنا على الصفحة طبعا ما جابش الصفحة ولكن حاجات دي هت ممكن نعدلها نزلنا تحت شوية جايب لك هنا الفيديوهات او احدث الفيديوهات او اهم الفيديوهات اللي ممكن تكون موجودة في القناة ممكن يكون فيه هنا عناوين مش مظبوطة وكل ده طبعا تقدر تعدله تنزل تحت هيبدأ يجيب لك التواصل والحاجات دي كلها لو دخلنا على حاجة اسمها التواصل هيجيب لك هنا مثلا الفيسبوك نقدر نضيف صفحة الفيسبوك احنا ما ضفناهاش تيك توك وهنا الايميل نقدر نعدله لو مش متعدل او مش مكتوب صح كل ده احنا ممكن نعدله ان هو مش مكتوب فعلا هنا صح طيب هنا ده شكل الموقع بتاعنا بس انا عايز اقولك ان انت هتقدر تعدل على اي حاجة انت عايزة بس ازاي هنقدر نعدل الموضوع ببساطة ان انت في نفس الصفحة دي بتنزل تحت هنا تقدر تديله امر جديد يعديلك اللي انت عايزه مثلا انا عندي الصورة الشخصية دي مش هاجبين طب انا عايز اغيرها معنا لازم احط الصورة هنا وانا اصلا كان مفروض من الاول اضيف الصورة دي ولو كنت اضفتها كان هيحطها لي برضو هنا مثلا العنوين لو انا كنت اضفت العنوين صح كان هيحطها لي لان الصح ان انا كنت اكتب العنوين في الاول بالاضافة كمان هنا نيجي مثلا في التواصل انا كنت كاتب له الايميل بس الايميل كنت كاتبه غلط الايميل بتاعي كنت كاتبه غلط فهو كاتبه زي ما هو بالنسبة للفيسبوك الانستجرام التكتوك ما كنتش كاتب روابط فهو هتلاحزين ان هو مش كاتب لي روابط ولكن التعديل ده هو اهم حاجة ودي الحاجة اللي الناس كلها هتسأل عنها عايزك بكل بساطة تروح على اي حاجة انت عايز تعدلها الاول لو الحاجة دي واضحة قدامك فانت ممكن تكتب التفاصيل بتاعتها وهتتعدل لوحدها او انك بتعمل حاجة بسيطة جدا هتروح على الويندوز ابحث عن حاجة اسمها سنيبينج تول سنيبينج تول دي بتقدر تاخد منها سكرينشوت لاي حتة في الشاشة فلو ضغطت على نيو وجيت هنا مثلا حددت الجزء ده كده هيعمله صورة ليه؟ واحتفظ بالصورة دي مثلا بالشكل ده على سطح المكتب او اي مكان واتعالا هنا بقى للموقع بتاعنا جلازيز ده اضغط على علامة الزائد وروح هنا اضغط على القتاش ومن القتاش اختار الصورة اللي احنا عملناها سكرينشوت وضغط على اوبن وهتيجي هنا هتقول له ايه بقى؟ هتقول له بدل الصورة في الموقع بالصورة بتاعتي وطبعا هنا المفروض نضيف له الصورة بتاعتنا فنضغط تاني على علامة الزائد نضغط على قتاش هختار الصورة بتاعتي واضغط على اوبن كده يبقى انا اضفتله صورتين تعال بقى كده نشوف هيفهمني ولا لا وبعد كده نضغط على ارسال المفروض ان هو دلوقتي هيبدأ يعمل التعديل بتاعنا بس انا برضو عايز اقول لك على حاجة حتى لما تيجي تعمل تعديلات حاول ان انت تضيف تفاصيل اكتر في التعديل الواحد عشان الموقع ما يستهلكش معك كريدت كتير دلوقتي هنا بدأ ان هو يفكر وهيبدأ ان هو يعمل دونلود للصورة الجديدة ويبدأ ان هو يعمل ايديتينج عشان اي حاجة احنا طلبناها هتبدأ تلقى ان هي تتعدل في الصفحة هنا وعلى طول هنا ضف لي الصورة بالشكل ده الجميل كمان لان هو لو ظهر اي مشكلة بيحاول هو يصلح وضف لي الصورة بتاعتي بالشكل ده بنفس الطريقة انت هتقدر تعدل اي حاجة مثلا تعالى نخش على التواصل هندخل على التواصل مثلا هنا البلد الالكتروني بتاعي مكتوب غلط طب انا بقى عايز اجي اضيف التفاصيل بتاعتي تاني بس اضيفها صحة فهاجي هنا هاخد الكلام ده كله كوبي وهنزل اضيفه هنا تحت هنا قبل ما اضيفه هكتب على حاجة اسمها ايه اعدل للتفاصيل دي وهروح جاي هنا ايه ضيف له التفاصيل وهاجي هنا اعدل بقى هنا مثلا محمود خضر مفروض ان انا هضيف اتنين تلاتة تسعة اتنين وهاجي هنا مثلا على فيسبوك مفروض ان انا هحط رابط الصفحة بتاعتي فهروح أجيب رابط الصفحة بتاعتي وهضيفه هنا هضيفه هنا بالشكل ده وهنروح برضو على إنستجرام نرجيب الرابط بتاع الإنستجرام وهاجي هنا برضو هضيف رابط التيك توك ولو عايز أضيف أي تعدلات تانية أقدر أن أنا أعدلها براحتي وأضغط على إرسال هيبدأ دلوقتي الشات بتاعي أنه هو يعديلي على التفاصيل دي تعال بقى نشوف النتيجة قبل والنتيجة بعد المراتي بقى قال لي إيه ده هي فعلا مزبطة وأنا زبطتها لك بس هبصلك عليها تاني بصراحة أنا جيت عملت هنا ريفريش لقيت كل حاجة تزبطتك بس أنا مش هتطمن إلا إذا دست على أي حاجة فيهم وتأكدت أنها معمولة صح فهضيف دلوقتي على صفحة فيسبوك لقيت وفتح صفحة فيسبوك بتاعتي طب تعالي كده بقى نشوف التيك توك فتح صفحة التيك توك بتاعتي إنستجرام بقى فتح صفحة الإنستجرام طيب عرفنا إزاي هنعمل الموقع وإزاي هنعمل التعديلات وبصراحة اللوفابول آم معناه بالواجه إزاي بقى هننشر الموقع بتاعنا إحنا خلاص خلصنا الموقع بتاعنا عايزين ننشره هنروح على حاجة اسمها فوق هنا على اليمين اضغط عليها بالشكل ده وبيجي هنا بيكتب لك هنا الدومين نيم بتاعك بقى كده كده الدومين نيم بتاعك هيظهر في الآخر بصراحة ده حقهم يعني الرجل هو اللي عمل لك كل حاجة نفسه يعني وهنيجي هنا على طول بقى تقدر تعدل على الدومين نيم انت عايزه وبعد كده تضغط على انا هعدل عليه مثلا هخليه محمود خدر AI وضغط على فعلا هنا هعدله اللي بالشكل ده وضغط على هيبدأ دلوقتي عملية النشر اللي من خلالها هينشرنا لها الموقع بتاعنا ولكن هناك تساؤل عزيز المشاهد لما ننشر الموقع وعايزين نعدل عليه هنعدل ازاي طب بس تعالى نشوف الموقع الأول هنروح نضغط على الرابط ده هيفتح معنا الموقع بتاعنا بالشكل ده قدي الموقع يا جماعة بالتفاصيل بتاعته بكل شيء جيت حضرتك بقى نشرت الموقع وبدأت الناس تشوفه وتخش عليه وعايز تعدل حاجة عليه انت بقى دلوقتي هتعدل ازاي ده سؤال مهم جدا اطلع زينا دلوقتي انا على الموقع ده في حاجة عندي تحت اسمها مجرد ما تضغط عليها هيفتح معاك صفحة وهيفتح معاك الصفحة المدونة وهيوصلك هنا اللي من خلاله هتقدر تعديل اي شيء زي ايه زي ان انت تدي له امر مسلا تقول له انا عايز اخر فيديو يتنشر في القناة يظهر عندي فممكن يعمل لك حاجة شابه دي هتقول له انا عايز اعدل في اضيف مسلا مقال بتكتب المقال هدفه لك عايز اعدل في لينكات عايز اعدل في اي تفاصيل هتعدل عليها بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بصراحة النتيجة جامدة جدا يعني استهل بصراحة لايك واشتراك وتعليق المهم في النهاية عايز اقول انها بصراحة كانت تجربة حلوة رابط بس لو روحت على اليوتيوب هتلاقي الرابط موجودة في الوصف وتقدر تتعلم اكتر وتستفيد لو انت دست لايك للقناة واشتركت وفعلت زر الجرس ويا سلام بقى لو سبتي له رايك في تعليق ولو شاركت الفيديو بانت كده عملت معي احسن واج طب انت عايز حاجة سلاة 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 سلاة